أهلا من جديد في عالم المستطيلات الخضراء للكرة سحرها نقدم الآن فقرة التحليل الرياضي ورحب ضيفي داخل السيديو من أستاذ الصحفي سالم سعيد مرحب بيك حبابك عشرة في صباح الشروق وعلى قناة الشروق مرحب بيك سبعة الخير عليك سبعة الخير على أستاذ المشاهدين مرحب بيك سعيد سالم خلينا نبدأ بمباراة المريخ والأهل الليبي وقراءة حول الوضع العام للفريقية نعم المريخ يخوض مباراة الأهل الليبي الجمعة في الوبيت وهو خارج من بطولة كأس السودان وهو خاسر لبطولة الدور الممتاز يعني معطيات كثيرة أدت إلى خروج المريخ خالي للوفاة من الموسم الكروي 20-22 وهو أمام مباراة 100 لابد من الصعود والتأهل على حساب فريغ الأهل ترابلس وتجاوزوا للوصول إلى مرحلة الدورة الستاشر والمجموعات بهدف الوصول إلى بطولة السوبر الفريغي في الموسم القادم والذي سنطلق فيه بطولة السوبر موسم 23-24 على اعتبار أنه الندى التغليدي الهلال قد وضع قدم وأكثر للوصول إلى بطولة السوبر الفريغي بناء على ريكورد بتاعه بتاع الخمسة السنوات الأخيرة نظام النقاط في آخر خمسة سنوات المريخ ينقصه هذا النقاط فهو حمام حتمية تجاوز فريغ الأهل ترابلس الوضع شوية صعب في المريخ بدرجة كبيرة أسر الخروج من كأس السودان كانت في تدريبات عدد من التدريبات في الخرطوم في استغرار للجهاز الفني مجلس الإدارة الجريد ما أقال الجهاز الفني خاضوا مباراة بدية واحدة كانت أمام فريغ هلال السحل وهو فريغ جيد مشارك إفريقيا الآن مباراة الأهل ترابلس دون أن يخوض المريخ أي مباراة في بطولة دورة الممتاز كنت أفضل أن ينطلق إطار الدورة الممتاز قبل المشاركة الإفريقية في دورة 16 لأن ديتنا الثلاث على اعتبار أنه بطولة دورة الممتاز خير إعدادة المباراة الرسمية إعدادة أفضل من المباراة البدية المريخ لديه بعض القيابات يمكن في التشكيلة محمد الرشيد مصاب السمان السابق أبلا يشارك أبتش طبعا خارج الخيارات أيضا بكر المدينة خارج الخيارات حسب ما ترأى للمراغبين والناس المتابعين لتدريبات المدربة التونسية قاذر غرائرين المباراة صعبة من واقع أن فريق أهل ترابلس أداءه في مرحلة دورة 32 دورة التمهيدي كان أفضل من أداء المريخ أمام فريق سولاري جوبوتي عفوا عرضا على نقطة نقطة أن المريخ صحيح المريخ سلع الثلوبيب وأي أستاذ في السودان هو أفضل من تختار الأستاذ خارج السودان لكن المريخ لديه قدسية مع ملعبه حساسية مع ملعبه مع لون ملعبه مع عشب ملعبه دلوقت أن نحن نجد فيها شوية خيار اللعب في المريخ هل ممكن أن يساعد في الخروج بنتيجة إيجابية باعتبار أن المريخ يلعب في السودان ولكن خارج القلعة الحمراء هو طبعا خيار أفضل من تختار بحر دار أو تختار الغاهرة وكل تأكيد لكن المريخ طبعا أفضله أستاذه حتى المريخ في المباراة التي خاض في أستاذ الهلال الذي على بعد أقل من كيلومتر أو كيلومتر أستاذ الهلال كان أداءه أقل وحتى عندما كان يختار أستاذ الخركون كان أداءه أقل عندما يقوم أستاذه أستاذ أهل الأبيض بالأمس يعني هرعوا لاستقبال المريخ وهيئوا له وأعلنوا الحجد والوقوف الكامل مع فريغ المريخ وهو كخيار أفضل وهو طبعا خيار ذات تخص في عادة المجلس السابق برئاسة حازم مصطفى كخيار أفضل من أن يخوض المريخ في بحر دار أمريخ عندما أخذ المباراة في بحر دارهم صرار جبوتي كاد أن يودع كان غريبا المباراة افتراضيا على ملعبه لكنه كان غريبا على ملعبه وعلى جمهوره الآن المباراة فيها نقطة مهمة جدا 30 ألف مشجع الكاف سمح لدخول عدد غير محدود للجماهير وضع أمر ممكن يدعم المريخ بشكل كبير الأستاذ والجمهور ممكن يلعبوا بشكل مباشر في تأهل المريخ لأنه مباراة الزهاب في السودان ومباراة الزهاب هناك في ليبيا بالتالي المريخ من المفترض أن يحقق نتيجة إيجابية تسهل عليه مباراة الزهاب في ليبيا يميد أفضل خيارات المدربة لتونس الغرايري اليوم الغد هو طبعا نسبة لوجود القيابات هو أمام تشكيلة شبهة حتمية قياب أحمد الرشيد سيعبط بكابايا هناك في المؤخرة بخيت وصلاح نمر وكرشوم هناك التكت وطيفور وكابايا في الوسط هناك الجزولي نوح وكمبالي سيكونوا خلف المهاجم وسيدفع بموسس كخيار يعني حسب هذا اللعب كعافة والجهاز الطبي أكد لون هذا المهاجم موجود سيكون في موجودين أربع محترفين يمكن لأول مرة في المريخ في الفترة الأخيرة الحارس طبعا محمد المصطفى في حديث عن إمكانية مشاركة رامي كاركتلا أو أحمد آدم لكن حتى هذا الموعد أو حتى التدريب الأخير هذا الأمر لم يكن مؤكد التونسي يجب لا يختار بالأسماء يجب أن يختار بالعناصر الأكثر تجانسا مع بعض كل ما كانت العناصر متجانس أكثر لأن الفترة الزمنية فترة الإعداد كانت ناقصة يعتبر أن المنتخب كان ماخذ منك لعيبة واللعبة شاركوا مع المنتخب وتالي أنت كنت إعدادك كان بدون اللعيب الدولين بعد ذلك اللعيب الدولين رجعوا من معسكر المغرب ثم ذاهبوا إلى معسكر فاسيويا فيجب العناصر الأكثر تجانسا والأكثر جاهزية بدنية هي التي يجب أن تدفع بها أمام الفريق الليبي كما قلت لك هي مبارمة صيرية نفس السالم واحدة من النقاطة المهمة جدا المنطوب نقيف عندها التغييرات الإدارية الأخيرة اللي حصلت في إدارة هذا المريخ هل يمكن أن تؤثر على فريق الكرة في النادي؟ والله طبعا يمكن أن تؤثر طبعا بكل تأكيد ما هو اللاعب في النهاية بشر يتأثر بما يحدث حوله بكل تأكيد هو كان يعني شبهي يعني كان صراع صحيح كان صراع صامت ضوضاء كانت أقل لكن ذهاب مجلس حازم بهذا الشكل أنا أعتقد له أسار سلبية على فريق لم يكن مجلس حازم أداءه بالمثال لكن أنا في تقديري كان يجب أن يستمر أو يمدد له حتى شهر إلى ما بعد المباراة لاعتبار أنه التغيير في هذا التوغيط كونس حرج الجهاز الفني دائما لدينا نظر أن الجهاز الفني مرتبط برئيس النادي الجهاز الفني جابهه حازم مصطفى الجهاز الفني الآن ممكن يكون متوتر ويعلم تماما أن زين المريخ لمات أهل أمام الله لترابلس يمكن أن يودع يمكن يكون لاعب تحت ضغط أو استعجال النتيجة حتى الجهاز الفني يعلم تماما حتى لو غاد المريخ للتأهل إلى مرحلة المجموعات يمكن أن يطاح به على أعتبار أنه جير رئيس جريد والذي هو جهاز نظر جديد وبالتالي يمكن أن يكون له جهاز فني جريد فإنت بتلعب جهاز فني تحت ضغط على أثر تغيير مجلس الإدارة أنا قير مؤيد لتغيير مجلس الإدارة في هذا التوغيط هناك سيكون فترة كافية ما بين مباراتي الأهل ترابلس ومرحلة المجموعات يمكن أن يتم فيها التغيير الإداري إذا ما رأت لجنة الانتخابات عدم شرعية مجلس حازم مجلس حازم كان مجلس منتخب في سبتمبر 2021 ثم بعد ذلك أتى كمجلس معين تقريبا بنفس الأشخاص مع بعض الإضافات كان يمكن التمديد لشهر ومن ثم الإطاحة به إلى حين عبور مباراة الأهل ترابلس صحيح الرئيس الجديد أيمال مبارك أرسل تطمينات عديدة لللاعبين للجهاز الفني للأغطاب يلتغى الرموز لكن الجهزة الفنية واللاعبين يعلمون تماما أنه يجب تكون تصريحات البداية هل سيستمر عليها الرئيس المبارك في الأيامل الغادم أم لا يستمر على أن تفقه وجهة نظر بعدها مختلفة جميل إذا في نفس النقطة ما نمشي بعيد ما يمكن تسميته مجهازاً صراعات وإن كانت صامتة اللي حدثت في إدارة نادي المريخ مع وجود الرئيس الجديد أيمال مبارك كيف تنظر لمستقبل فريق القرى في نادي المريخ وهو مقبل على مرحلة مهمة والله هو مستقبل في توجه صبعاً لأنه كل مجلس إدارة بيجي جديد يعني الآن أنت في مجلس حازم يبتدع مسألة المدير الرياضي وذي كان مسألة ما موجودة واجبت لها اللعب التونسي الدول السابق عبدالكريم النفطي وهو لعب سابق أيضاً في نادي المريخ في موسم 2010 الآن ما هو مستقبل مشروع النفطي في ظل تغيير مجلس الإدارة في ظل تغيير قطاع رياضي جديد في ظل معطيات عديدة يمكن أن تؤثر يعني أي من المبارك الرئيس الجديد أمامه فرصة تاريخية حتى في فترة الموقات دي لو مد جليهه لو جمه انتخب أو خلافه بأنه يرسي عمل بأنه تغيير المجالس لا يقير قاعدة العمل الذي يسير عليه النادي على التفرؤون العمل التنفيذي منفصل من المجالس الجديدة ده الأمور الماشية على الأندية الأوروبية لكننا في السودان صعب تطبيق هذا الرمل لكن لماذا لا يكون البداية من أي من مبارك لا نستطيع الحكم على هذا الرئيس بأنه هو جيد أو غير جيد هو يعني في بداية في ضربة البداية مع فريغ المريخ الأيام هي التي سوف تتحدث عنه نعم ننتقل إلى النذ التقليدي للمريخ فريق الهلال ومباراته أمام شباب التنزاني نقدم قراءة عامة حول المباراة يوم السبت المقبول إن شاءing شوف مباراة الهلال أيضا مباراة صعبة الهلال تخطى فريق سانجورجي لسيوبي بصعوبة بالغة فريق سانجورجي لسيوبي أقل قام من فريق الشباب التنزاني الهلال مقبل على مباراة أعلى مستوى من المباراة التي تخطاه بصعوبة أمام سانجورج في مستوى فني أعلى مما كان عليه قبل نحو أسبوعين عندما واجه الهلال فريق سان جورج على اعتبارهم الخصم أغوى وأعلى الهلال خاض عدد من التدريبات المحلية تأهل إلى نهاية كاس السودان بتخطي هلال الفاشر لدفع معنوية جيدة وصل النهاية مع لهل الخرطوم ذهب إلى الكونغو الديمغراطية أجرى معسكر قصير خاض مباراودية أمام فريق مازنبي وأسيرت حول لغطة أعتقد اللغطة التي أسير حول هذه المباراودية يمكن أن يؤثر نفسيا على اللعبين باعتبار أنه مجلس الهدارة أخفاغ ما كان مازنبي من المفترض كان مجلس يكون شفاف حتى لو خادوا مباراة مع نادي درجتان كان يكون أفضل من اللغطة الدائر هسان المباراة سهولة مباراة الهلال أو الهلال وضعيته أفضل من حيث أنه سيخذ مباراة الزهاب هناك في العاصمة التنزانية دار السلام ثم مباراة الاياب هنا في استادو في مدرمان يعني برضو الهلال بلعب في استادو في مدرمان دي لديها أفضلية دي تدقوة خصوصا للهلال على أرض ورده على ملعابه قوي مثلما المريخ على استادو قبل هلال على استادو أيضا قبل المريخ طبعا في لوبيت ثم في طرابلوس الهلال في تنزانيا ثم في أم درمان بالتالي وضعية الهلال هنا أفضل النقطة التي لا تلعب في مصلحة الهلال ومن المفترض أن يكون المدرب في لوران قد تجاوزها والتغييرات الجزرية التي حدثت في الهلال الهلال غير جلده بشكل كبير جدا شاهدنا في مباراة سان جورج مشاركة ستة مختلفين أجانب وخمسة لاعبين ووطنين سودانين بالتالي كان في تغيير جزري في تشكيله أدوا إلى أنه الهلال لم يكن بالقوة المتوقعة شو سالم معلش المباطع لكن أثر التغييرات التي حصلت في الهلال دي كيف ممكن تأثير؟ هل التوليفة بتاعة اللاعبين؟ هل في الإعداد البدني في شكل التعرف على مثلا نظيرهم الشباب التنزاعي؟ في توليفة اللاعبين أولا العناصر الموجودة للجاة الأجنبية التي دخلت تشكيلة الهلال واختحمت تشكيلة الهلال حصل تغيير جزري في أكثر من 50 إلى 60% في تشكيلة الهلال التغييرات الجزرية عندما تكون يجب للفريق أن يخوض عدد مقدر من المباراة المدية حتى ما يصل هؤلاء اللاعبين إلى انسجام كامل وأمر الذي لم يحدث العطبان غطار الدور الممتاز لم ينطلب طبعا في مباراة برضو النقطة للمريخ والهلال ستكون في بطولة الدور الممتاز سيقوضها الفريغين المريخ والهلال ما بين المباراتين اللي هو في ما بين مبارات المريخ مع أهل طرابلس ومبارات مبارات هلال ما تنزال وأتمنى أنه ما يتم تأجيلة ما يتم تأجيلة مجاملة لأنه خوض هذه المباراة فيه عداد جيد للفريغين الهلال برضو اللعيبة كانوا في معسكر في المغرب ومعسكر في أسيوبيا ودخلت عناصر مدية عناصر أجنبية خط عدد من المبارات المدية بعناصر غير مكتملة بالتالي التوليف حقتك لم تصل إلى الوضع المثالي في التوليف حقتك دي ممكن تقوم من النقافة الضعيفة في يد المدرب الكنغولي في الوران تحدث أيضا عن معسكر الكنغول وما صاحبه من الإيجابيات والسلبيات ودوره وإسهامه في أعداد فريق الهلال معسكر أتى بدنيا لمصلحة فريق الهلال ونفسيا ضد فريق الهلال العتبار أنه في إخفاق حصل بتسمية أنه الفريق هو مازينبي والفريق ما طلع فريق مازينبي طلع فريق آخر كان ممكن الهلال يخوض مباراة ما إلا تخوض مباراة دية مع نادي من الليفيا الأول ممكن تخوض مباراة مع نادي من مستوى الثاني ما هي مباراة تحضيرية ما مشكلة لكن أعتقد اللغة الذي حصل أثر بشكل سلبي ويضطر إلى أن مجلس إدارة الهلال يرد علنا عبر لسان نائب الرئيس المهندس العلاقي كان ممكن أن يتلافى الهلال هذا الأمر ويتحاشاه بخوض مباراة معلنة أي كان اسم النادي الجهاز الفني يجب أن يعزل يعني لا يصور لللاعبين أنه هذا خطأ إداري أو يحمل الأمر أكثر من ما يحتمل في مباراة دية خادة الهلال المدرب عنده فيها فهم تكتيكي معين طبقه في هذا المباراة بغض نظر عن النتيجة خسارة أو عدم خسارة وصل إلى غايته من هذه المباراة دية وده يجب أن المدرب بالرسالة لوصلها المدرب لللاعبين دون الحديث عن المباراة مع مازينبي أو مع نادي آخر شكرا سالم قبل ما ننتقل للمحور الأخير في التحليل الصحفي في نقطة مهمة جدا ويمكن قبل شوية ذكرتها المشاكل الإدارية الممكن تحدث في فريقية القمة أو غير من بقية فروق المنتاز وتأثير نفسي على اللاعبين معروف أنه مع الإعداد البدني لللاعبين خصوصاً لما يكونوا دارين يخوضوا مباراة إفريقية أو في مباراة في أي من الدوريات خارج السودان يتم تأهيلهم تأهيل نفسي قبل التأهيل البدني وقبل شوية تكلمنا عن الصراعات التي كانت حاصلة في إدارة نادي المريخ وما حدث في معسكر الكنغو بالنسبة للهلال ودور الحاجة في آداء الفريقين ولا تبعا المعسكر المساكل النفسية تلغي بضلارة مع التفاوت فيها يعني الآن الصراع في المريخ أعلى الضوضاء أعلى من الصراع في الهلال فيه استغرار لكن فيه أحاديث هنا وهناك متناصرة الموضوع عنده أسر والصراعات عنده أسرة اللي يتبارون أن الصراعات تؤدي إلى استقالات الصراعات تؤدي إلى انفطار مجلس يعني وده استغراء التاريخ بيقول كده في العمل الإداري الرياضي في السودان واللعب بمزر إلى هذا الأمر بخوف لمستقبل هو لأنه هو بيتلقى مرتبه لأنه أنت لا تملك مؤسسات الأندي هذا الأندي لا تملك مؤسسات مالية تدعمه هذه الأندي تعتمد على جيوب هؤلاء الأفراد الذين يتصارعوا فإذا حصلت مشاكل بين الأشخاص أو الشخص منها من ذهب أو آخر اللعب بخاف على مستقبله المالي بخاف على مرتبه مرتبه جايده وحيأخذ من استحقاقاته المالية وحيأخذ من وين وأمور حصلت من قبل ذهب رئيس أتى رئيس في لعبين حقوقهم راحت على اعتبار هم كانوا عندهم وعود من رئيس موجود الرئيس دمشا جاء رئيس تاني أو نائب رئيس ففي خوف بكل تأكيد طالما الأندية حقتنا الآن لم تصل إلى مرحلة أن تكون مؤسسة ويكون الوضع المالي لديه نظام مالي قائم ونفصل عن ما يحدث في مجلس الإدارة مباشرة إلى مباراة الهلال بورسوبان في مصر هل يمكن أن تصوب هذه المباراة في صالح براميز المصري يمكن أن تكون لصالح الهلال بورسوبان طبعا بكل تأكيد لصالح فريق براميز المصري وخوض هلال الساحل لمباراتيه أمام براميز في مصر جزء من الهوان الرياضي الذي يحدث في الفترة الأخيرة المريخ خاد مباراته في بحر دار أمام سولارا خاد أمام زاناكو التنزاني الزامبي في الغاهرة خاد مرحلة مجموعات في الغاهرة فريق أهلي مروي خاد في الغاهرة مباراته أمام غرماهية الكيني فريق حيلوادي نيالا في الموسم الماضي خاد مباراته أمام الأهلي بنغازي هناك في ليبيا فدجزوا من ما يحدث من تراجع للكرة السودانية في آخر سنتين على الاعتبار لا توجد ملعب وإنه لأول مرة منذ بداية مشاركات أنبيتنا في العام ستة وستين إلى الآن يا دوف في آخر سنتين أنبيتنا أصبحت تخوض استحقاغات رسمية لها في البطلات الإفريقية خارج إطار الغطر السودان في الخارج هذا أمر أعتقد محزن للغاية خوض هلال الساحل لمباراته أمام بيرمتز في الغاير هو تسليم لمفاتيح التأهل لنادي المصري أصلا النادي المصري هو أعلى شأن من هلال بورسودان النادي المصري أحد أعلى خمسة أندية من في التعاقدات داخل قارة إفريقيا لديه تعاقدات كان فيه استثمار السعودية في النادي وكان فيه تعاقدات عالي جدا في النادي النادي المصري الآن هو ثاني الدور المصري أمام الأهلي وخلف الزمالك وكان منازع معهم على لغبة دورية وهو نادي قوي إذا أخذ هلال الساحل المواجهة مع فريق بيرمتز في المصري زهابا ويابا في بورسودان وفي الغاهرة الكفة تميل إلى مصلحة بيرمتز ناهيك عن أنه المباراتين تلعب في مصري وبالتالي كل أوراق تأهل في مصلحة فريق بيرمتز صحيح فريق هلال الساحل يقدم في مستوى رائع مع المدرب نادر هبوب الذي يختير أفضل مدرب في الدورة المتادة النسخة الماضية لكن كل هذا لا يشفع له على الورق لتخطي الفريق المصري بعد ذلك على أرض الملعب كرة الغدم تبقى كل الأمور ممكنة سالسالي ممكن ما يحدث لهلال بورسودان أو هلال الساحل من إعداد وجوده خارج السودان في مصر لخوض المباراة القادمة وضعف فرصه في الفوز يقودنا لتساؤل مهم جدا التساؤل هذا هو ضعف المنافسة في الدوري الممتاز تضعف الفرق المشاركة السودانية عندما نرى الأم العطبر ومريخة الطغر والكثير من الفرق التي كانت منافسة قوية وممكن تهزم المريخة والهلال في استادوه وبالتالي الفرق القمة تجيب منها الشباب والنجوم لتدخلهم جوا التشكيل بتاعاته وتنافس بهم في البطولة الإفريقية فما يحدث لهلال بور سودان أو هلال الساحل الآن ومقارنته مع ضعف المنافسة في الدوري الممتاز السوداني؟ هو طبعاً لأن المنافسة لم تقوم بالنظام الطبيعي وهو نظام الزهاب ولياب الهوموي لاستثناءات حصلت ممكن الاتحاد برضو ما عنده فيه يد لأوضاع سياسية وأوضاع صحية وأوضاع اقتصادية في البلاد منذ سورة 2019 الدوري لعب نظام التجميع في العاصمة الخرطومة النخبة ثم أتت جائحة كورونا أوضاع اقتصادية ارتفاع أسعار المحروقات يعني أشياء كثيرة وجد الاتحاد فيه نفسه خوض مباراة الدوري الممتاز لثلاثة مواسم بظروف استثنائية ما بظروف نظام الزهاب ولياب والأمر هذا أضعف المنافسة بدرجة كبيرة الآن الاتحاد أعلن تحدي في حفل القرعة قبل نحو يزوع بأنه سيخوض مباراة الدوري الممتاز للنسخة الغادم الذي سنطلغ يوم 10-10 بعد خمس أيام سيخوضها بالنظام التغليدي نظام الهوموي بتاع المدن ده من شأنه أن يرفع غيفة المنافسة باعتباره الهلال المريخ يذهب إلى عطبرة يذهب إلى الفاشر يذهب إلى نيالة لخوض مباراة وتحديات صعبة تشبه هذه المباراة بما تواجهه هذه الأندية في البطولة الفريغية يعني نادي جلال بورصان وكتمشي منذ صعوده قبل سنتين وكتمشي يلعب في لبيض ويلعب في الفاشر ويلعب في عطبرة ويلعب في شندي هذه المباراة بتشغلوا وبتجهزوا الفريغين لكن أن تخوض النظام بنظام المجموعات الافتراضية بتاع الموسم الماضي أو نظام التجميع بتاع الدورة الثانية في الموسم الماضي يضعف المنافسة والمنافسة الضعيفة تخرج أنضية ضعيفة للمواجهات الفريغية جميل الآن يمكن سسالم جماهير فريقين هذه الغمة بيتساءلوا عن مصير الفريقين في المشاركة وده يمكن حتى بيصعب على المحللين الرياضيين أو المهتمين بيتكهن بنتيجة الفريقين أو مستوى الفريق في المنافسة خلينا نقف في قراءة عامة حول وضع الفريقين الهلال والمريخ حالياً من ناحية الإعداد البدني ومن ناحية التجهيزات الكروية اللي ممكن تأهلهم للفوس في مباراتهم والقادمات أمام الله لترابلس والشباب التنزاني طيب المريخ من نقاط قوته أنه الهلال والإبدال بتاعه مع عالي في تجانس كبير مدرب هو نفس المدرب بتاع الموسم الماضي هو غاز الغرائر الذي خاطت 13 مباراة في الموسم الماضي في استغرار فني في فريق المريخ ما في تغييرات جزرية في تشكيلة الفريق عناصره شاركت مع المنتخب الأساسية يعني إعدادها عالي بنسبة كبيرة للعناصر التي تلعب لمسلحة المريخ هناك عناصر خاص من المريخ صراعات وتغييرات إدارية يخوض المباراة خارج ملعبه في مدينة الأبيض ومباراة الإياب خارج ملعبه في ترابلس ده مختصر لحالة فريق المريخ وضع الهلال استغرار إداري ومالي جيدين في النسبة لفريق الهلال تغيير للمدرب المدرب ما هو نفسه مدرب الموسم الماضي فلوران الذي لم يخد حتى الآن ولا مباراة رسمية واحدة في بطولة الدورة يعني فقط خاض مباراة سان جورج زهابا وإيابا ودعام سلبي تغييرات جزرية في التشكيلة لفريق الهلال دخلت ستة وسبعة عناصر على تشكيلة جديدة خوض مباراة ودية أسهمت إعلاميا خصما على فريق الهلال جاب سنبا وجاب لشانتي أنا عمل ضوضاء للانتصارات التي حققها فريق الهلال ودية أربعة وثلاثة صفر في إستاذه هذه أمور تخصم وتزيد للفريق الهلال يتفق الفريقين في أنه عناصر ما بدت العداد معهم كانت مع المنتخب وبعد ذاك هي العداد لم يكن مكتمل وبعد ذاك هي جات من المنتخب وتاني سافرت إلى معسكر في أسيبو ويتفق أيضا في عدم خوض أي مباراة رسمية حتى الآن يعني كل الأندية هم بواجهها خاضت استحقاقات في البطولات المحلية حقتها في تنزانيا وفي ليبيا الهلال والمريخ لا طيب قراءة سريعة حول الأسبوع الأوروبي في دور الأبطال حقا الأسبوع الأوروبي أتى بمفاجئات ولم يأتي بمفاجئات يعني يمكن من المفاجئة التي تحدث هو قوة فريق نابولي نابولي فاز على ياكسا مستردام ستة واحد في واحدة من أكبر النتائج التي تحققت على فريق متوج بلغة دور الأبطال على أرضه ومن ظهور دي نتيجة كبيرة للغاية أكدت أن فريق نابولي حتى الآن هو أغوى فريق من حيث أداء والقوة والريكورد التهديفي في بطولة دور الأبطال باري مونيخ وريال مدريد يمضيان للمنافسة حول لغب يبدو أنهم مرشحين له نالوا العلامة الكاملة حتى لا يوجد سلاسة جولات ريال مدريد أربعة ثلاثة انتصارات باري مونيخ ثلاثة انتصارات أداء قوي أداء مغنع بالنسبة للفريقين يبدو أنهم سيكونوا منافسين سقوط برشلونة أمام الإنتر أكد على أن الفريق صحيح محليا قوي وينافس فريق للمدريد لكن أوروبيا لا يزال الفريق الأسباني الكثير صغط أمام إنتر وأصبح أمام حتمية الفوز على إنتر في مباراة الإياب الغادمة في نكام نو وباريس سن جرمان رفض العلامة الكاملة في المباراة الثالثة وقنع بالتعادل أمام بنفيكا البرتغالي هي المباراة التي صعبت مهمة يوفنتس الذي فاز في مباراة الأمس لكن أصبح أمام وضعية صعبة للغاية شكرا جزيلا صاحب سالم سعيد صاحبتنا في التحليل الرياضي في صباح الشهر كانت خيرك شكرا جزيلا